أعرب وزير الخارجية سمح شكري عن التقدير لجهود الرئاسة البريطانية السابقة للمؤتمر وأوضح شكري خلال استقباله رئيس مؤتمر كوب 26 الدورة السابقة للمؤتمر ألوك شارما أنه حريص على الاستماع والتشاور مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي بما يسهم في تقريب المواقف من جهته أكد شارما التزام بلاده بما سبق وأعلنت عنه في تعهدات مجال المناخ وعن اعتزامها الإعلان عن تعهدات والتزامات جديدة تعزز من إسهاماتها في مجال عمل المناخ الدولي منوها في هذا الصياق بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عن مضاعفة التمويل المخصص من جانبها لتعزيز التكيف مع تغير المناخ بمقدار يصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2025